أنا مش هبدأ معاك بشكل تقليدي في مباراة اليوم هبدأ معاك بأزمة تواجه النادي الأهلي رغم التمييز العظيم في كل شيء في النادي الأهلي على مستوى التشكيل والطريقة والإنجازات وكل شيء سيكون مشكلة دائمة ووضحة في النادي الأهلي من الموسم الماضي حتى مع كل هذه النجاحات وهي الكراط العرضية سواء ثبتة أو متحركة على المستوى الدفاعي في النادي الأهلي ليه مازال هناك أزمة في هذا الأمر والهدف النهاردة سجله بطريقة تبدو غريبة جداً ومش طبيعية ومش منطقية أنه يخش في الأهلي هدف زي دا طيب خليني الأولى كلامك كراط العرضية وبعدين أقولك أشرح لك الهدف تفصيلية لأن الهدف كاريسي يعني غلطة مش في كرة عرضية بس يعني الكراط العرضية الأهلي عنده رقم سلبي جداً سلبي هو في العموم ومش رقم سلبي لكنه رقم سلبي لما أجي أتكلم عن الأهلي لما أتكلم عن الأهلي يقول أنه في آخر عشر مباريات الأهلي استقبل ست أهداف في الست أهداف دول منهم أربع أهداف من كراط عرضية دا رقم سلبي جداً للنادي الأهلي تاني مش رقم سلبي في المطلق عادي جداً لفريس تقبل في عشر مباريات أربع أهداف من كراط عرضية لكن لما أتكلم عن نادي الأهلي يكون عنده تميز في معظم في معظم تكوينه على صعيد الأفراد على صعيد المجموعة على صعيد التاكتك على صعيد ناوح الدفاعية أو الهجمية وسيطرته واستحوازه على معظم مجردات الأمور فأنت بتتكلم على أنه لا رقم سلبي للنادي الأهلي بداية نخدت العشر مباريات الأخيرة بداية من مباريات المصري في نهاية المسلم الماضي لو نعرض الهدف هدف من كرة رأسية في الداية 95 مروان حمدي وتلاها العديد من الأهداف انتهت بأنه الأهلي يستقبل ثلاث أهداف من ده الهدف بتاع النهاردة أنا جايبه من هنا لأن أنا أشرح الهدف تفصليهم بعد شوية أنا جايبه من هنا تمركز طبعاً كارسي أنه الثلاث لعبة مش ممسكين محمد عبد الملعب اللي دايماً بنشيد به مش ماسك حد الرجل الفرود الأولاني في ظهر محمد عبد الملعب الفرود التاني واقف ورا رامي في WrestleMania اللعيب التالتي للعب لكرة اللي واحده اللعي الرابع هناك في أقصى ناحية الشمال وهنتكلم عليه بعد شوية يعني برضو لواحده جاي لواحده فانت بتتكلم على إن الراجل داخل العرب بناها راحة مباشرة هتخش راحة اللي بعده هتخش الرقابة سيئة التمركزات سيئة الرجوع لأماكن التمركز سيئة الوقوف قدام الكرة العرضية سيئة المباراة اللي قابليها مباراة الذهاب بنتكلم على إن الكرة دي احنا جايبين الكرة دي من نصصة الكرة دي من اولها هي كرة عرضية برضو تم التعامل معها بشكل سائق من الناحية اليسرى بتروسل ناحية اليمين الراجل بيعملها بالعرض كل الناس متسابة كل الناس التمركية سيئة مش دفاع النادي الاهلي ابدا ولا تماسك دفاع النادي الاهلي في الكرات الهوائية وانما اتكلم عن الكرات الهوائية انا بتكلم على منافس الاهل هو اللي صعب كل الامور عليه الاهل كان يقدر يكسب بنتيجة عريضة جدا سوء ادهابا لما يبقى الاهلي متأهل هو بالنتيجة 3 تلاتة لا لازم تقف ولازم تقف قبل مباراة ساندونز اتكلم عليها بعد شوية فدي مشكلة هاتك الكرة اللي بعدها او الحالة اللي بعدها هتلاقي دي الحالة بتاعة مباراة المصري نهاية الموسم الماضي فانت بتتكلم على انت انهيت موسم انا ليه جايب الجول ده يا كريم انت انهيت موسم وانت عندك مشكلة في التعامل مع كرات العرضية وعملت فترة اعداد وبدأت موسم جديد ولازلت عندك نفس المشكلة عشان لما تلاعب فريق زي سيمبا ولازلت مشكلة التعامل مع كرات العرضية سواء ثابتة دي كرة ثابتة او متحركة في مشكلة لأ لازم اقف لازم اشوف انا بتكلم على اربع اهداف من ستة يعني انا بتكلم على تلتين اهدافي تلتين اهداف اللي دخل فيها جاي كلها من كرات عرضية سواء ثابتة او متحركة فلازم اقف عندها لأ مشكلة ملحة ان كولر يلاقي لها حل خلال الفترة اللي جاي فلما تشوف الشكل ده في التمركز والرقابة والرجوع لأماكن التمركز والكلام من لعبها بتتكلمش مع بعض فيما يخص البلاين سايدز او الاماكن العامية اللي وراء كل لعيب لا في مشكلة كبيرة جدا انا كريم فيما يخص الكرات العرضية في النادي الاهلي لازم مرسل كولر يوقف عندها بكل حال من الاحوال عند وقت دايق جدا قبل مبارات سانداونز لكن من حسن اطلع ان سانداونز بلعبش قوي على كرات العرضية لانها مش مستهلة كمان او مش مستحملة ان سانداونز كمان يبقى بيجيد الكرات العرضية اللي يرتبع مشكلة كبيرة النادي الاهلي اشتركوا في القناة